السلام عليكم ورحمة الله في هذا الفيديو، سأشرح لكم كيفية أخذ نسخة للويندوز كاملة بالتعريفات والبرامج، ذلك عن طريق برنامج بسيط ومجاني. رابط البرنامج ستجدونه في الوصف بعد تحميل البرنامج وتثبيته على الحاسوب. نقوم بالدخول إليه، وبعد ذلك ندخل إلى Backup، وندخل إلى System Backup، ونختار المكان الذي نريد. حفظ نسخة الويندوز فيه. مثلاً أنا سأحفظ النسخة في القرص دي، ومن هنا سأغير اسم النسخة، أنا سأختار ويندوز عشرة. بعد ذلك نضغط على Star Backup. ننتظر قليلاً حتى يقوم البرنامج بحفظ النسخة. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الآن قام البرنامج بحفظ النسخة على القرص دي، ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نقوم بالضغط على Restory وأبحث عن النسخة التي قمت بحفظها في القرص دي، وبعد ذلك نضغط على التالي، ثم نضغط هنا وننتظر حتى يقوم البرنامج باسترجاع النسخة. أبعد ذلك يطلب مننا البرنامج إعادة تشغيل الحاسوب. بعد إعادة تشغيل الحاسوب، نجد أن النسخة تم استرجاعها. وها إلى هنا ينتهي شرحنا، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.